أود أني أبدأ وأفتح كلمتي بإلهام جاني من كلمة معالي رئيس الحكومة ومعالي وزيرة أيضاً ما هو بغريب اختيار المملكة المغربية كالدولة الأولى لعقد مؤتمر جايتكس الدولي فالمغرب مثال يحتذى به مصدر فخر للعرب والمسلمين والأفريقيين أيضاً في مجال التكنولوجيا في مجال الرياضة وفي مجال الاقتصاد وغيرها وأود أيضاً أن أكرر ديمة مغرب كما أخص بالشكر معالي وزيرة الانتقال الرغمي وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية على الدعوة الكريمة لحضور افتتاح فعاليات جايتكس أفريكا 20-23 النسخة الأولى من نوعها التي تنظم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية جايتكس نلتقي لنحتفي معاً بشراكة مثمرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية شراكة رسختها البلدان بغيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس دولة الإمارات وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وتواصل حكومة دولة الإمارات وتواصل حكومة دولة الإمارات توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تنميتها وتطويرها وصولاً إلى آفاق أوسع للعمل الهادف لضمان مستقبل أفضل لدولة الإمارات والجميع البلدان واليوم نحتفي بثمرة واعدة للشراكة الإيجابية بإطلاق هذه النسخة الأفريقية الطموح لمعرض جايتكس التي تعكس توجيهات وتوجهات العالم في مجال تطور التكنولوجيا انطلاق من أفريقيا القارة الواعدة بشبابها وطاقتها البشرية الزاخرة بالإمكانيات الكاملة للمستقبل ينطلق جايتكس أفريقيا ليكون الملتقى الأكبر من نوعه للتكنولوجيا والشركات الناشئة أفريقيا ليحتضن على مدار ثلاثة أيام الرواج في مجال التكنولوجيا من قرابة 100 دولة أصحاب المعالي وسعادة الحضور الكريم يمثل انطلاق هذا الحدث العالمي الضخم مصدر فخر لنا جميعاً ونتطلع لتعزيز الشراكات المثمرة من الغارة الأفريقية لمواصلة البناء على هذا الانجاز وتوسيع مجالات التعاون التكنولوجي والرغمي بما يعود بالخير والازدهار على شعوب الغارة وأود أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل من كان له من إسهام في إخراج هذا الحدث العالمي إلى النور وتقديمه بأفضل صورة بما يعكس الصورة المشرفة والمشرقة للمملكة المغربية الشقيقة وقارة أفريقيا ككل كما أشكر الأشقاء والأصدقاء في أفريقيا والعالم بثقتهم في جايتكس وإدراكهم لدوره المهم في دعم تطوير رؤية الاقتصاد الرغمي الخاصة بأفريقيا الحضور الكريم المستقبل رغمي وبناءه يتركز على التكنولوجيا وابتكاره والاستثمار في الإنسان وفي الابتكار وفي بناء الحلول الاستباقية التي تستفيد من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي وقارة أفريقيا بتنوع مواردها وامكانياتها البشرية تبشر بفرص واعدة للمستقبل ونطمح أن يكون جايتكس أفريقيا محفزا لهذا من خلال ما يوفره من منصة لرواد الأعمال وأيضا منصة للشركات الناشئة في الاقتصاد الرغمي تضم أفريقيا 18% من سكان العالم ومع التوقعات العالمية بنمو سوق التكنولوجيا وتضاعف قيمته من 115 مليار دولار إلى 712 مليار دولار بمحلول عام 2050 فإن القارة الأفريقية أمام فرص كبيرة لتسريع التطور والتحول الرغمي في مختلف المجالات مدعومة بشبابها الذين يمثلون النسبة الأكبر من السكان واليوم نتطلع من جايتكس أفريقيا 2023 ليكون حدثا ملهما لصناعة مستقبل الغابة وليكون خط بداية لمسيرة جديدة عنوانها حان الوقت لبناء مستقبل أفريقيا أشكركم جميعا على مشاركتنا هذه اللحظة التاريخية وتطلع للعمل معكم جميعا لتشكيل ملامح مستقبل مزدهر مشرط تقوده سواعد شابة برؤى طموحة وشغف كبير بصنع فارق إيجابي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة